إذا نتكلم على مسألة العبارة فنحن راح نشوف الصعوبات اللي يواجهها أهل وذوي المفقودين منذ الحادث قبل ثلاثة عوام وحتى هذا اليوم أغلب الأشخاص المفقودين اللي قدر عددهم ما بين الستين إلى ثمانية شخاص اللي لم يتم العثور عليهم حتى الآن واللي يعتبر نصرهم مجهول إلى حد هاي اللحظة ما انصدرت لهم شهادات وفاة ولا يتم معاملة ذويهم أو إكمال أوراق ذويهم بسبب فقدانهم لأوراق ومستندات كانت معهم أثناء الرحلة أو أوراق اختفت في فترة فيما بعد فهننا دعانون الضحايا من مشاكل قانونية لجعل المشكلة الرئيسية اللي صارت من خلالها الحادثة بعد الحادثة البرلمان العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء اتحدوا معا وأخرجوا محافظين والأسبق نوفل العاقوب باعتباره هو المتسبب الأول والأخير عن الحادث ولكن نحن ما شفنا أي عملية محاسبة للدفاع المدني ودائرة الاستثمار ودائرة السياحة والشرطة النهرية التي هي جزء كبير من مهامها هو كان منصب على حماية المدنيين الذين تنقلوا ما بين الجزيرة والضفة الثانية كأنما انكسر مثل ما نحن نقول باللهجة ما انكسر القحف براس واحد والبقية طلعوا من الموضوع وكأنما ما لهم أي دخل وكأنما ما لهم أي علاقة أحالي الضحايا كذلك تعرضوا لعملية الضحك على الذقون للأسف أبلغوهم بأن تنازلهم عن الحق العشائري لا يعني تنازلهم عن الحق القانوني وكذلك عن الحق العام وبهذا أصبح المتسبب الأول عن هذه الحادثة بسبب جشعه وطمعه اليوم حر طليق لم تتم محاسبته ومعاقبته على إزهاق أكثر من 200 نفس بشرية كانوا خارجين بذاك اليوم حتى يرفعون عن نفسهم ويحتفلون بعياد نوروز عياد الربيع لكن للأسف انتهى بهم المصب بأن يكونوا جثث هامدة غالبية من عدهم أثروا عليهم بعد الحادثة بأسابيع والبقية اليوم هم مفقودين لا يعرف مصيرهم أحد إلى أحد هذا النحو من هذا الحر الطليق الذي أوكلت له مسؤولية الحادث؟ من تقصد؟ المستثمر طبعا المستثمر الذي بسبب جشاعته وطمعه ورغبته في تلقي المزيد من الأموال الحملة أعداد أكبر من العداد المنصوص عليها ضمن قوانين السلامة على متن العبارة مما تسبب بهذه الحادثة نعم أرحب بك مجددا سيد سعد وبالنسبة للتعويضات هل أعطيت لذوي الضحايا أم أنها مثل المعاملات الأخرى ركنت على الرف؟ هو بالبداية أخذ تعويض من جهة مدنية بالتنازل على الحق العشائري كان عشر مليون دينار أما كجهات حكومية ما أوضتهم أي شيء إلى أحد هذه اللحظة البرلمان العراقي صوت على اعتبارهم شهداء كان تصويته فقط تصويت حبر على ورق لم يتم إلزام مؤسسة الشهداء العراقية بإعطاهم تعويضات ورواتب لذويهم حتى تكيف النص القانوني الخاص بحادثة العبارة ذهب على أنه إهمال وتسيب على العكس من الحالة الحقيقة التي كانت بسبب سطوة جماعات معينة على هذه المكان وتأثيرها على عمل العبارة وعلى عمل الجزيرة السياحية والضغط على المستثمرين هناك من أجل استحصال أموال أكثر كأتاوات تدفع لهم ما دخل هذا الموضوع كله بالحادث دخل كأنه هو إهمال وتسيب من قبل المستثمر وإهمال وتسيب من قبل المهندسين الموجودين بعض العوائل مشت بموضوع ملف التعويض ولم تتنازل عن حقها العشائري وحقها المدني في القانون العشائري والقانون المدني اليوم هي متوقفة معاملاتهم أد دائرة الشهداء بسبب ملف المساعلة والعدالة يعني هو شهيد وتوفى وذهب إلى رحمة الله شنو دخل موضوع المساعلة والعدالة وحزب البعث وغيره بهذه الأمور يعني إذا كان بعثي مثلا وتوفى بهذه الحادثة ما لا تعويض ما لا قيمة حتى إذا كان بعثي وين المشكلة أنه وقع بهذه الحادث وصار عليه أمر معين بسبب إهمال الحكومة وبسبب إهمال أجهزة الدولة اللي المفروض جهودها تكون تأمين هذه العبارة أثناء تنقلها وكذلك تأمين حال حدوث أي حادث في أي وقت عرغي شنو دخله هو يعني هذا المفروض بجهود الدولة شرطة النهرية الدفاع المدني كذلك جهود المستثمر المفروض هو اللي يشتغل على تأمين المتنقلين ما بين العبارة وما بين جهتين العبارة نعم الكثير من المآسي ألمت بنينوى ولم يكن آخرها حادث العبارة هناك أيضا مآسي أخرى فيما يتعلق بتعطل عجلة الإعمار وغياب الخدمات ربما فمن المسؤول عن هذا الملف أيضا تأكيد الحزاب السياسية المسيطرة على المشهد السياسي داخل المحافظة هي مستحوذة على صوت المحافظة في داخل برلماء العراقي وكذلك في الحكومة التنفيذية في مجلس الوزراء كذلك هنا في الدوائر الخدمية داخل المدينة هذه المشاكل كلها تنصب وكلها تلتحق بالأحزاب التي تسيطر على المحافظة ولم تجد إلى حد هذه اللحظة حلول لمشاكل المدينة لأزمات المدينة كل يوم نحن نصح على أزمة جديدة داخل هذه المحافظة منذ عام 2017 حتى هذا اليوم لم نستيقظ يوما على صباح طبيعي ونهار طبيعي تعيشها هذه المحافظة وهذه المدينة بالتحديد هناك جهات تتعمد إقلال المواطن داخل مدينة الموصل هناك جهات تعمل على إرباك الشارع بصورة مستمرة وتغفل المواطن عن حقوقه الطبيعية بواجبات حكومية يجب أن تنفرض على الحكومة المحلية والمركزية بخدمة المواطن طبعا الغرض من هذا التخفيل والغرض من هذه الأزمات هو إبعاد النظر عن ملفات الفساد والسرقات التي تحصل داخل مدينة نعم سيد سعد ماذا عن المكاتب الاقتصادية؟ قبل أيام فتح ملف تهريب الوقود وهناك اتهامات لأحزاب وشخصيات متنفذة أيضا إلى الآن ماكو أي أدلة النواب بالبرلماء العراقي تقريبا أربع أو خمس نواب قالوا بأن هناك تهريب وتحدثوا عن وجود بعض الجهات التي تعمل على تهريب المنتوج النفطي لكن لم يثبتوا هذا الشيء لا أمام الحكومة المحلية لا أمام الحكومة المركزية ولا أمام القضاء العراقي لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي أي أمر من هذه المواضيع التي تفار لكن نتوقع نحن مثل ما يتوقع النائف في البرلماء اللي هو ممثل عن المحافظة نتوقع وجود عمليات تهريب لأن حصة محافظة لنا وهي مليونين واربعمائة ألف لتر يوميا ونتوقع نحن كمراقبين كمواطنيين بأن ما يصلنا من حصص هو أقل بكثير من هذا الرقم كذلك لدينا تساؤلات واستفسارات مهمة حول المنتوج الموجود داخل مخازن شركة توزيع المشتقات النفطية فبدقائق معينة نرى بأن هناك منتوج وفير عند حصول زيارة مفاجئة أو عند حصول وضع غير مألوف أو غير طبيعي داخل المحافظة وبدقائق أخرى نرى بأن هناك أزمة وطوابير كبيرة أمام المحطات وصعوبة الوصول إلى المحطة من أجل التزود بالوقود يعني الأمر واضح بأن هناك تعمد في هذه الأزمة اشتركوا في القناة